وربنا سبحانه وتعالى وصّى وصّانا سبحانه وتعالى ان كل واحد فينا يفهم الوصية دي وصّى سيدنا داود وقال له ولا تتبع الهوى فيعمل ايه؟ فيضلك عن سبيل الله فحتى الانبياء فسوى كان بيعلم النبي ده عشان يعرف يوصّى دل رسالة لكل الناس ولذلك بعض العارفين كان يقول لا تجلسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يعملوا أن يغمسوكم معهم ينهر بيض يعني تغرق معاه في الوحلة فيلي يحصل وعشان كده الجليس الحسن وجليس السوق فتغرق معاه والعزو بالله في سوق والهوى ما فيوش معايّر والهوى ما فيوش معايّر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحن نخلّبنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إيه ما تمشوا وراه وكان سيدنا علي بن أبي طالب يقول إن أخوه فما أتخوف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق أما طريق المجاهدة بقى فطريق المجاهدة ده لما بيعرفوا حد بيسعد به وبيبقى حياة مليئة بمدد الله ويرى مدد الله سبحانه وتعالى ونصره دائما زي ما بيقول سيدنا الإمام بن عجيبة إزاي يقول كده يجاهدها أولا في القيام بجميع المأمورات وترك جميع المنهيات ثم يجاهدها ثانيا في ترك العوائد والشهوات ومجانبة الرخص والتأويلات ثم يجاهدها ثالثا في ترك التدبير والاختيار يسلم أمره بقى لله والسكون تحت مجاري الأقدار وساعتها يبقى إنسان راضي تعالوا نقول شوية إجراءات كده تساعدنا على إن احنا نكون من أهلي من أهلي ماذا؟ من أهلي مجاهدة النفس ودوة مش هيكون مش هيكون أول آخر مرة نتكلم فيها عن هذا الحديث أول حاجة نواظب على الأخذ بالأسباب لأن الأخذ بالأسباب يقوي صددك بالله تعرف أن السبب ده بيد الله وهو الذي يعطيك إياه تاني حاجة دوام الرجاء في فضل الوهاب تالت حاجة اليقين من أن الله يرزقه بغير معادلة أو حساب نقول الثلاث حاجات دولة مرة تانية تعالوا نقول الثلاث إجراءات دي مرة تانية ونحفظهم المواظبة المواظبة على الأخذ بالأسباب مع تمام الانكسار ودوام الرجاء في فضل الوهاب مع اليقين بأنه يكفينا واليقين من أن الله يرزقه بغير معادلة أو حساب لما تكون ناشي كده هتسعد وتحس بأنك أنت فعلا حلو الجهاد الأكبر ده الجهاد اللي أنا فيه فأحس بمدد الله بمدد الله سبحانه وتعالى مش بس بملائكة لكن أحس بمدد الله وهو يقول لي عبدي أنا معك ويقول لقلبي أثبت على محبتي وأنا أجد صوتا من داخلي وكأنه صوت يأتي بأنسام رسول الله يقول لي أقول فيه لقلبي ما بالك بإثنين الله سالسهما وسأيت أعرف عن إيه واعلموا أن فيكم رسول الله لابد أن نحن نستمر في هذا الجهاد هذا الجهاد هو الذي علي يتأسس كل ثبات وكل قوة وكل عزيمة ممكن نلاقي بها أي حد يعتدي علينا أو يتوحش أو يظن بأن لديه قدرة ولا لديه حول وقوة نحن مع الله ونستمر مع مولانا ونستمر في جهادنا أنفسنا متمسكين بمدد الله وبعون الله وبفضل الله